شكى عدد من أهالي مدينة كركوك من ارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات والمذاخر داعين الحكومة إلى تفعيل الجانب الرقابي للتخفيف عن كاهل المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدودة نحن نريد من نقابة الصيادلة أو المذاخر ما أعرف منه الجهة المسؤولة أنه يحددون الصيدليات بأسعار محددة حتى المواطن يعرف رأسهم الرجلية أصحاب الأمراض المزمنة اليوم إذا ما يلقون الأدوية الخاصة بهم وإذا لقوها فيكون هناك استغلال عليهم تصير الأسعار ضعف هذه هي مشكلتنا إحنا وممكن مو بس بكركوك بكل المحافظات بس الريد يعني حقيقة أنه يكون هناك دور لنقابة الصيادلة ودور للحكومة العراقية أيضا بهذا الجانب مجلس النواب العراقي قر قانون مثلا على تحديد تسعيرة الدوافع كل الصيدليات صحة كركوك حملت نقابة الصيادلة مسؤولية تحدي أسعار الأدوية ومراقبة الصيدليات وفق ظوابط وتعليمات وزارة الصحة العراقية واضحة في هذا الشأن وهو مجانية العلاج وتوفيرها حسب المرض وحسب وصف الطبيب إليه بالتأكيد نحن مع توفير جميع الأدوية سواء كان في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي الدواء الموجودة أنا لا أقول أنك 100% موجود دواء في قطاع الحكومي بالتأكيد هناك القطاع الخاص مكمل لعمل القطاع الحكومي وبالتأكيد نحن نتابع أسعار القطاع الخاص في الصيدليات لكنه من صميم عمل نقابة الصيادلة نقابة الصيادلة في محافظة كاركوك أرجعت من جانبها ارتفاع أسعار الأدوية إلى تذبذ بسحر صرف الدولار إضافة إلى حجم الضرائب التي تفرض على الصيدليات الدولار من 1200 وكسور إلى 1470 أي ما يقارب ب23% ارتفاع مقارنة بالدينار العراقي فالدواء ارتفع ليش؟ لأنه شراء الدواء يكون عن طريق الدولار وبالنسبة للنقطة الثانية النقطة الثانية الأهم أنه الدواء يعبر بثلاث مراحل المرحلة الأولى هي الاستيراد عن طريق المكتب والمرحلة الثانية اللي هي الاستيراد وراء الاستيراد هو المذخر وبعد المذخر إلى الصيدليات هذا كل نقطة من النقاط التي تتقف فيها الدواء يدفع لها ضريبة فالمادة الوحيدة اللي تدفع ثلاث مرات ضريبة هي الدواء اللي مفروض تكون هي مدعومة يشار إلى أن مشروع قانون الضمان الصحي ما زال يراوح في أرويقة مجلس النواب دون أن يتم إقراره إضافة إلى وجود توجيهات لتشريع قانون الدولار الدوائي لتوفير الدعم للأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة ويؤكد أصحاب الصيدليات ومذاخر الأدوية أن 30% فقط من الأدوية تحمل أسعارا ثابتة باستثناء أدوية الأمراض المزمنة التي ترتفع أسعارها إلى أرقام ضخمة وسط مطالبات مستمرة بتحديد أسعارها في عموم البلاد سعدون السلطان الحرة كاركوك